الخبر هو اللي عادنا على اليوتيوبر وشو نسوه ومبعيد الحوب خلني ابدو بنورستار يا حبايب اللي نزلت هذه الصورة اللي كانت كاتبع عليها إلي ولي تقصد الورد يا حبايب ان شخص انطه ورد فمنتوقعون صراحة نتوقع كريم اللي اكتشافت لكم بسابق انه هو حبيبها فاكتبوا لبلكومنتات من توقعاتكم انطه الورد روح علي الناري نزلت هذه الصورة يا حبايب ولكنها نزلت هذه الصورة المغني اسمه مالومة يا حبايب وتقول انه راي حبايب لانه يتحبه طبعا هي معجبة بي وبشكله طبعا هو مغني امريكي يا حبايب اما باسم القمرطاي يا حبايب ففاجأت متابعيها بعد تنزيل هذه الصورة كانت تهلي بخلاله انه اليوم رح تنزل لنا مقطع يا حبايب على قناة باليوتيوب الساعة بالستة رح يكون مقطع ناري ولكن الصدمة يا حبايب انه كانت ميدها ورد وقالت هذا الورد ما عرف من نجاها قالت ممكن بالمقطع راح نعرف من هذا الشخص واحدة نزلت هذه الصورة ويا ايمو ويا حبايب مرتضى اركان وحسب الصورة نزلت انه شخص عنده لحية فواضح انه هو مرتضى اركان لانطه الورد لتعلمه خلال الفيديو اكتبونا توقعاتكم ونتقل حاليا لمحمى جوان يا حبايب والكلام موجه البيسان باسم المائرشين اللي صار يا حبايب محمى جوان نزل هذا الستوري هذا الستوري مكان بالمانيا اسمه جسر الحب يا حبايب الاحباء ايضا يحبون بعض يعني يجون حطون قفل هذا القفل يا حبايب انه اساس انه خلصهم وحبهم عبدي وانه قفل الحب يعني باب بينهم وبستبقى يا حبايب بيسان وجواني من 2019 سووا اغنية بعنوان خليك مبسوط وسووا اغنية بنفس هذا المكان وبنفس هذا الجسر وبما انهما كان عبالاتهم علاقة فأكيد حطوا قفل وحسن ما قال جواني انه اشخاص حبوا بعض 2019 وحاليا تركوا وهو بيسان سووا اغنية بنفس هذا وبإضافة كان دايس المتابعي انه منتو توقعون الاشخاص اللي هلبقوا انه يحبون بعض او اشخاص تركوا على الكلين راحطكم الستوريات صراحة الكلام واضح هو موجه البيسان اسماعي لانهما كان يحبه ولكن للاسف هما تركوا شوفوا البخضاء بيضاف شوية كلام يقول انه الناس اللي هم وشان حبهم او اشخاص الحب وهم وشان عبارة عن مصلحة يقصد يمكن بيساحتوكم يا شوفوا غيب القلب ليكم شايفين هدول القفول هدول كله ناس بتحب بعض من 2019 من الفينات شوف 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 كلا قفول كله 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 بس عندي سؤال هل يعترى هدول الناس كله هاتن لحد الآن مع بعضهم سؤال شو رأيكم انتو اكتبوا لي هون انا بقول انه خمسي بالمئة لا ليش لانه مو زن بالحب زن بالناس اللي بتستخدم اسم الحب لمصلحته الله عليك يا جواني ننتقل حاليا لياسو يا حبايب ودخولها المستشفى فنزلت هذا الستوري من داخل المستشفى تشان دا تقول بي انه هي قاعدة تحتفل ويجي الممرضين بعيد الحب حالك كلين يا حبايب تقول انت مشكلة بمعدتها فالله شفيه يا رب ما بيها الخير والعافية ودعو لي يا حبايب بالكومنتات انو والله شفيه يا رب وروح حاليا يا حبايب اكو شخص اسمه لين ابو الشعر وواحد اسمه ذيب يا حبايب خطوة مبارحة صراح ما اعرفهم لكن ان شاء الله الف امروك على الخطبة وكل يوتيوبر نشروا على خطبتهم روح حاليا الى احمد ابو الرب يا حبايب وتنزيل هذا الستوري من داخل المطار دي على الان سفره فان شاء الله يوصل بسلامة يا رب اكتبنا بالكومنتات وانت وقاتكم حي سافر روح حاليا يا حباب المتابعين اللي تهجموا الى احمد ابو الرب بعد تنزيل هذا المقطع اللي كانت يجيب عشر تالاف داب دوب الخطيب تصبه جيته كومنتات فهو نزل هذا الستوري كان بي انو حابب احكي شغلة انو يعرف انو عيد الحب هو ما لعلاقة هو عيد تافه وانما مجرد احنا عدنا بالاسلام عيد الاضحى وعيد الفطر ولكن هو مجرد سوى الفيديو للتسلاة يمو اكثر فكتبنا بالكومنتات استحق التهجم او لا روح حاليا يا ريدر يا حباب تنزيل اغنيتها جديدة اغنية عبارة عن حب او بعيد الحب نزلها ولكن اغنية حزينة عليكم اللي سماحها يروح يسماحها وليسماحها يعني ويسماحها يكتبنا بالكومنتات تقييمها وبالاختام يا حباب انا نبثل تيك توك السويته انو ريدر وحبايب كان طبعا القمر طيه ما دخلت بالبيت وصار حكام واشياء خرافية انا سوني جديد على تيك توك اكو رحتكم لقطات من البيت شوفوها ريدر خسرني ماذا ماذا خسرك؟ ريدر ريدر خسرني ريدر خسرني با ريدر خسرني وبوصلوا لحبايب لا تنسوا انتابعوني على تيك توك الرابط بالوصف وبس جاكم فيها زي ما قال بمكت القصص احبكم مع السلامة